المجلس النواب شكرا لك أخي الموديع الراقي بسام على تحت الفرصة لي في تفزيون البحرين تزامل مع مطار الخير في سماء مملكة البحرين جاء تمرير مجلس النواب اليوم جميزانية العامة للدولة العامين 2021-2022 نتيجة جهود مثمرة وسلسلة من اللقاعات المشتركة مع الحكومة التي امتدت لاكثر من شهرين وأدت إلى توافقات تمكننا من خلالها الحفاظ على مكتسبات المواطنين وكذلك الأبقاء على برنامج توازن مالي هذا الإنجاز مهم مستلهم من توجهات السامية لصاحب الجلالة المنك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد الذي وجهنا دائما للاهتمام بالمواطن وعدم مساس مكتسباتها أبدا اعتمدنا بشكل كبير على مناقشتنا على المرئيات التي قدمها الأخواني أصحاب سعر النواب وتمت سيارة هذه المرئيات على شكل أسئلة تحولت بعد ذلك إلى أرقام في الموازنة أهم بنود الميزاني هو بنج الحمال الاجتماعية اللي يضمن علاوات الغلاء والإفكان واللحوم والإعاقة والضمان الاجتماعي وهي التمث الشريحة الاجتماعية ليست ببسيطة في مجتمعنا يعني وهذا يعدون أقل حظة وحرصنا على لا تمس أي مكتسبات وجرى أيضا التوافق مع الحكومة لإحياء لجنة إعالة توجيه الدعم الحكومي لمستحقين مسألة أخرى مهمة تمس جميع البحرانيين جرى التوافق فيها وتمرار دعم الكهرباء للمواطن في مسكه الأول وأخذنا ضمانات من الحكومة باستمرار الدعم بنفس الآلية رغم أن تم تصفير الدعم الذي تمنع الحكومة للحياة للكهرباء والماء وضعت هذه الميزانية في نصب احتمامها توظيف البحرانيين وتمكينهم في التخصات الفريدة من نوعها في مختلف الأجهزة الرسمية ووصلنا لتوافقات مهمة مع الحكومة في هذه الجزئية توفقنا أيضا في تنفيذ برنامج استقطاع كوادر وطنية عبر تمكين مجموعة من الدراسات والتدريب بحلب الحصول على مهارات فريدة من نوعها وفقا لهذا البرنامج يمتفق عليه ستخصص الوزارة الأشغال والبلاديات مليون لكل عام وأيضا ثروة حيوانية بحدث تحيير البحرانيين قادرين على المرحلة القادمة تدعم هذه الميزانية جهود وزارة التربية التعليم في تمكين المواطنين وهي الجهة التي تشغل أكبر عدد من الكفاة البحرانية عبر هذه الميزانية قمنا بمضاعفة المبالغ المخصصة لكل المعلمين بتوافقوا مع وزير التربية بحدث مضاعفة خريجي الكلية سنويا من 300 خريجي لألف خريج تقريبا وتضمن الميزانية أيضا فرص للحكومة للاستكمال هياكل الجهات الرسمية بعد ما جرى إعادة قريبا 52 جهة حكومية ما يخلق فرص للتوظيف لاستكمال بعض الهياكل بالموارد البشرية بالنسبة لأمالات المشاريع الحكومية تحت المشاريع الإثكانية المركز الأول والأكبر من المشاريع المزمع تنفيذها وتأتي غالبية مخصصات المالية من برنامج دعم الخليجي فيما تحل المشاريع البنية التحتية المركز الثاني في حجم جمال الموازنات المرصودة تقريبا هذا ملخص أهمة منطقات بين السلطاتين نعم شكرا لك سعادة سيد محمود البحراني عضو منجلس النواب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمنجلس النواب شكرا جزيلا لك